اشتركوا في القناة لقاء مثمر جداً وبناء وفي نفس الوقت مركز في العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في اللقاء التي حضرناها اليوم بحضور معي رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ورئيس الجمعية الوطنية في تركيا الشقيقة أعتقد أن اللقاء كان طارق إلى جوانب متعددة أولاً هو التعاون على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين البحرين وتركيا باعتبار أن تركيا دولة مهمة ولجسياً وقتصادياً وسياسياً على مستوى المنطقة ونحن نرى أن هذه الزيارة سوف تكون لها يعني أكاسات إيجابية على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين وحقيقة أن اتسم اللقاء بعدد من الأمور التي تبين مدى توطيد العلاقة ما بين البلدين بالإضافة إلى التحدث عن كثير من أوجه التعاون التي يراد منها توطيد هذا التعاون والتعامل مع عدد من المسائل التي تعزز من هذه العلاقات خاصة الأمور المرتبطة في النواحي الصحية السياحية الصناعية فكل هذه الأمور يعني ومثل هذه الزيارات المتبادلة يكون لها فعلاً أثرها الطيب في تعزيز هذه العلاقات تبادل الخبرات ما بين أعضاء البرلمانات فإن شاء الله نتطلع لمزيد من العمل سواء بما يعزز من هذه العلاقات على المستوى التشريعي والمستوى الدبلوماسي وأيضاً في العلاقات البرلمانية ما بين البلدين وأيضاً ما بين البرلمانات الإسلامية بشكل عام